أزمة إنسانية جديدة تعيش وأفغانستان ضحاياها المدنيون المغلوبون على أمرهم بين عشية وضحاها وجد آلاف المدنيين الأفغان أنفسهم أمام خيارين أحلاهم ومر إما البقاء ومواجهة المصير المجهول أو ترك بيوتهم وقراهم والنزوح بعد تطورات دراماتيكية السريعة في أفغانستان وإحكام طالبان قبضتها على البلاد مشيا على الأقدام تدفق الآلاف من الأفغان على الحدود الباكستانية على أمل أن تسمح السلطات لهم بالدخول أما المشهد على الحدود الأفغانية الأوزباكية فيبدو هادئا ولا يوجد تدفق كبير للنازحين نظرا لأن النزوح لا يزال حتى الآن داخليا بشكل كبير هذا الشاب الأفغاني هرب إلى أوزباكستان بحكم امتلاكي تأشيرة ويحاول عبر التواصل الاجتماعي الإطمئنان على أهله ومعرفة أحوالهم هاجم الطالبان مزار الشريف واستولت عليها فررنا جميعا إلى الحدود وكان لدي تأشيرة أزباكية عبرت الحدود ليلا ووصلت إلى ترمز لكن عائلتنا بقيت هناك ولا أعرف ماذا أفعل الآن وصلت مع عائلتي وزوجتي وأطفال الخمسة كان لدي تأشيرة أزباكية لمدة عام واحد وبقي جميع أقاربي هناك كنت أقوم بأعمال تجارية هناك الآن نحن هنا والله يعلم ما سيحدث بعد ذلك هنا في مطار العاصمة الهندي نيودلهي مواطنون أفغان قادمون من بلادهم هربا من حكم طالبان آملين أن تكون وجهتهم الملاذة الآمنة لهم هي نظرة سوداوية لا تزال محفورة في ذاكرة قطاعات عديدة من الشعب الأفغاني عن حكم طالبان ما قبل ألفين وواحد فالكثير منهم ينتابه شعور الخوف والتشاؤم والمستقبل المجهول بعد سيطرة طالبان على البلاد حسب مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نزح ما يزيد على خمسمائة ألف شخص داخل أفغانستان جراء الصراء منذ بداية العام الجاري ترجمة نانسي قنقر